ثم أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نتاج أعماله خلال عام 2020 الذي شهد تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالجائحة حيث أكدت رئيسة صندوق رود الصقاف أن التوزيع الاستراتيجي لمحفظة صندوق أسهم بتخفيف تداعيات الجائحة أرقام الصندوق أبهرت ارتفاع حجم موجوداته في العام الماضي لـ 11 مليار و190 مليون دينار وبما نسبته 7% مقارنة مع العام الذي سبقه إذ بلغ 6 مليار و103 مليون دينار واستحوذت السندات على الحصة الكبرى من المحفظة الاستثمارية لصندوق أموال الضمان الاجتماعي العام الماضي وبنسبة 58.2% بارتفاع عن العام الذي سبقه فيما استحوذت محفظة الأسهم على نسبة 14.5% وهي أقل من العام الذي سبقه بسبب تأجيل أرباح بعض الشركات توزيع الأرباح وتخفيض نسبة الأرباح التي كان من المقرر توزيعها فيما ارتفعت حصة المحفظة العقارية إلى 6.5% بسبب التوسع بالاستثمارات العقارية بشراء عقارات بقيمة 60 مليون دينار أما محفظة السندات التي تمثل حجم مديونية الحكومة لصندوق الضمان فسجلت ارتفاعا إلى 6.512 مليون دينار في العام الماضي بزيادة نسبتها 7% عن عام 2019 حيث يحصل الصندوق على أعلى عائد استثماري من هذه المحفظة والبالغ 6.1% أما الدخل المتحقق لصندوق في نهاية العام 2020 بلغ حوالي 497 مليون دينار من خفاض 11% عن العام الذي سبقه وهما يعكس بحسب الصندوق واقع التبعات الاقتصادية للجائحة على الاقتصاد المحلي وأداء المحافظة الاستثمارية حيث أن دخل الصندوق المتحقق في العام الماضي والبالغ 497 مليون دينار جاء بشكل رئيسي وفقا لأرقام الصندوق من عوائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت من سندات وودائع بنكية وقروض والتي بلغت 453 مليون و400 ألف دينار ترجمة نانسي قنقر